لما بقول كرامات الأولياء تعرفنا قبل ذلك أن الولي هو المؤمن التقي أن الولي هو من استقام على درب رسول الله أن الولي هو من والى الله طاعة فوالاه الله رعاية وعناية الولي من والى الله عباده فأعطاه الحسنى وزيادة الولي لا يخاف إذا خاف الناس ولا يحزن إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي قراءة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات ليه لأنه انشغل بالله عما سواه لأنه لا يرى إلا الله وضع نصب عينيه هذه العبارة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الولي أنس بالله عما سواه واستشعر وتذوق حلاوة الأنس بالله شوف سيدنا النبي يقول إيه في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هو دا الولي الولي من إذا رأيته ذكرت الله ومن إذا رأيته ذكرك بالله يأخذ بيديك إلى الله جل وعلا طريقه كله نور ما بين صلاة وصيام وتطوع ونوافل وذكر وقرآن وصلاة على النبي واستغفار كل أوقاته شغلها في طاعة الله جل وعلا لذلك كان يقول أحد أشياخنا يضيع الوقت كل الضيق يضيق الوقت كل الضيق عما إلى مولاه قد سلك الطريق السلك لطريق الله سبحانه وتعالى وقته ضيق يعني ما بين قراءة القرآن والذكر والصدق والتطوع ودروس العلم والتفكر في خلق السماوات والأرض مشغول بالله عما سواه رب العز سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا يعني ولي من أولياء الله من عاد لي وليا من عاداه بالقول بالسباب من عاداه بالشتم من عاداه بالإيذاء أي معادة من أي نوع من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الله توعد بحربه كما قال عن آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال عن معاد الأولياء فقد آذنته بالحرب وبعدين ربنا يبين لنا بعد ذلك وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترطت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته سبحان الله